بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب في هذا اليوم سأشارك معكم عن بر الوالدين طيب بر الوالدين من أهم ما أمر الله فعلا به فالوالدين هما أحق الناس بالرعاية والعناية فإن طاعة الوالدين يجب أن تكون من ضمن أولويات الأبناء فالله تعالى ورسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمر بطاعتهما ومعاشرتهما بالمعروف وعدم نحرها وإنما بالمعروف والمحبة والطاعة التي تكون مبنية على الحب والرفاء وقد أمر الله تعالى بطاعة الوالدين والإحسن إليهما في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى أعوذ بالله من شطان واجه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسن طاعة الوالدين كما في المعروف باب من أبواب جل لماذا؟ لأن ذر الوالدين رضا الله تعالى من رضا الوالدين وفي الإسلام بر الوالدين من أجل الحقوق التي فرض الله تعالى على عباده أن يرعوها حق رعايتها فمن فضاء بر الوالدين هو أن بر الوالدين أقرب الطريق إلى الجنة فمن يبر بوالدين فإنه يختصر الطريق إلى الجنة وأما بعد ذلك سور بر الوالدين ومنها هو الإجتسامة في وجههما والتحدث بأعزب الكلام معهما والدعاء لهما في حياتها وبعض الغفة أيضا وطلب الغفران والعفو لهما وغيرها طيب هذا الفرقة مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته